تعود الطائرة الإسرائيلية لتصب حمامها على رؤوس المدنيين في غزة في إشارة على ما يبدو إلى غياب أي نية لدى الاحتلال في تمديد الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هو أمر أكدته حركة حماس التي قالت إن إسرائيل رفضت كل عروضها لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع بما فيها عروض الإفراج عن محتجزين آخرين لأن لديها قراراً مسبقاً باستهداف عدوانها مجلة فورين إفيرزا الأمريكية حملت واشنطن سؤولية استمرار الحرب وعدم تمديد الهدنة بسبب دعمها غير المحدود وغير المشروط لإسرائيل وحملتها العسكرية المدمرة في غزة مضيفة أن سمعة الولايات المتحدة قد تضررت بشدة جراء دعمها هذا على الرغم من إقرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالضغوط الدولية وبأنها ستزداد مع استمرار عدوان الاحتلال إلى أنه لم يطلب من إسرائيل أن توقف حربها بل جدد دعم بلاده للكيان المحتل ولكافة خيارته وإن كان على رأسها المضي قدماً في ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين بحسب موقع أكسيوس الأمريكي وفي هذا السياق أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائماً لإطلاق النار في غزة وهي مستمرة بدعم إسرائيل في ملاحقة حماس كل المعطيات إذن تؤكد أن إسرائيل لا ترغب بإنهاء حربها فرئيس حكومتها بن يمين نتنياهو لطالما أكد أن هدفه القضاء على حماس كما سبق أن أوعز لجهاز مخابراته بملاحقة أعضائها في الخارج واغتي لهم لكن هدف الاحتلال القضاء على حماس يبدو مستحيلاً بحسب وكالة أسوشيتت بريس التي قالت إن حماس حركة فلسطينية متجذرة إنهاؤها ليس بالأمر السهل والهيين كما اعتبرت مجلة فورن إيبرس الأمريكية القضاء على حماس هدفاً وهمياً الله أكبر اشتركوا في القناة